سبعة ملايين دينار هي القيمة التي خصصت لأشغال التهيئة والترميم التي مست مصلحة الأطفال بمستشفى الزهراوي بالمسيلة وذلك في إطار تجديد وعصرنة المستشفى هذه العملية تدخل في إطار برنامج الإنجاز اللي سنة 2014 والتي تمت مباشرتهم عقب تنصيبنا على رأس هذه المؤسسة العملية كلفت سبعة مليون دينار سبعة مليون وخمسمائة ألف دينار تمت على عاتق الميزانية الإضافية لسنة 2014 وإن شاء الله نحن نأمل أن نباشر هذا النوع من الأشغال والإنجازات اللي راح تمس في الأيام القادمة باقي المسارح الشفائية توفد المرضى على المستشفى أجبر المسؤولين على القيام بعملية توسعة وزيادة عدد الأطباء المختصين تم استقبال حوالي 23 طبيب خصائي من مختلف التخصصات ننتظر قدوم أطباء مختصين في طب الأطفال على اعتبار أن مجموعة الأطباء الوافدين مست تقريباً كل التخصصات الطبية والجراحية باستثناء مصلحة طب الأطفال للحد الساعة ما لتحقش طبيب الأخي الساعة المعين لها ولكن أنا في انتظار إن شاء الله إلى أيام القادمة أنه يلتحق طبيب المصلحة الأطباء والمرضى على حد سواء عبروا عن ارتياحهم لهذه العملية كنا نعاني ومن بزاف حواج نقص في هذا كفل هاك شايف مالك غير نظفوا ونضيروا كلش بساح كانت وجوغ سيرفيسي بان بلي مش نضيف وفي انتظار انتهاء الأشغال يكون مستشفى الزهراوي قد خطى خطوة نحو العصرنا وتحسين الخدمة المقدمة